ما آثار هذا الاسم اسم الله الرؤوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى هم ما بعد آثار الإيمان بهذا الاسم أنك لما تستشعر أن الله تعالى رؤوف وهي أشد نوع الرحمة فأنت مطمئن لكل عملك أن الله تعالى لا يضيه ولذلك ربنا جل وعلا لما أمر بتغيير القبلة شق على الصحابة ماذا يصلعون في صلواتهم التي كانوا يصلون بها تجاه بيت المقدس قال الله عز وجل وما كان الله ليوضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم سبحان الله تمام فلذلك هذه الآية أن الله تعالى لا يوضيع عملكم وأنه مقبول عنده جل وعلا وربنا جل وعلا لما حذر نفسه العلي جل وعلا وخوفنا من عقوبته وبيّن لنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تودل أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ما معنى ذلك أن من شدة رحمته بنا أرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتبه وهدانا إلى صراطه المستقيم وبيّن لنا شريعة سمحة يسيرة ولذلك قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم حذركم نفسه ومع هذا أنزل إليكم وطمّناكم فمن رحمته جل وعلا ورأفته بنا أنه يقبل توبتنا وإذا قال الله عز وجل ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم سخر لنا كل ما في السماوات والأرض كله لمصلحة الإنسان وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه كل ما في السماوات والأرض كله وإذا قال الله عز وجل وإذا قالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم انظر في سورة النعم ما هي سورة النحل سمى سورة النعم من كثرة ما عدد الله علينا نعمة وكلها داخلها إن ربكم لرؤوف رحيم من شدة رحمته سخر لك الأرض والسماو هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع تأمل شيء الآن نسبح في شيء من شدة رحمته جل وعلا وهو الرؤوف تخيل لو نزل الماء بغير قدر قال الله عز وجل ينزل الماء بقدر تخيل لو نزل الماء بقدر فاضت الأرض وهلك الناس وتخيل لو أمسكه جل وعلا بغير قدر مات الناس جفافا تمام وعطش ولذلك ربك تعالى رؤوف رؤوف جل وعلا سبحان الله يعلم متى قد يبتلي عباده بالشدة فإذا أنزل المطر بعد الشدة قال سمه رحمة سبحان الله وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قامه وينشر رحمته سمه رحمة رحمة وإذا نزل بفضل منه قارنه باسم الرؤوف نعم نحن في الجزائر يقول لك نزل المطر رحمة ربي رحمة ربك صحيح نعم فلذلك هو سمه جل وعلا رحمة إذا جاء بعد الشدة انظر في في فتح بك أنت لان انظر في جوارحك انظر في جوارحك لماذا لان خلق اليد اي والله هكذا وخلقها هكذا تأمل ولو فكرت في غير ذلك تخيل لو أن الجلد هذا هو الجلد هذا كيف تستطيع استخدامه كيف تستطيع ومثله بطن قدمك كيف تكون الأمور هذه ما أنت أمل فيها هذا هو الرؤوف لو كان جلدك هذا الآن لو ابتل الله تعالى أحد خلقي بأن كان جلد يده مثل جلد ظاهري و باطنيه بالحكمة على ما وجل وعلا سبحان الله وحتى في الجمال الشيخنا التكوين الإنساني العين لو تبحث لها على أي مكان لن يكون إلا هذا موضح سبحان الله تكون هنا فهو تشويه ولذلك لما تجد لما يحصل أن الله تعالى في أحسن تكوين ثم يخلق مخلوق وتكون عينه هنا وقد وجد صورة في هذا في طفل يعني شيء غريب لو كان له ثلاثة عين لا استغرب الناس سبحان الله تمام ولذلك لو كان لك ستة أصابع لبحت عن من يزيل هذا الأصبع السادس فهنا حكمة الله جل وعلا وهو رؤوف بك في هذا الخلق المركب فيك هذا من شدة رأفته بك جل وعلا تخيل لو أنه اختلف خلقك في أي صورة من صوره سبحان الله كيف يكون ولذلك ربنا جل على رؤوف أشد رحمته بك لكن هنا لانت في المقابل ماذا صنعت بهذا الرحيم الذي أنزل وجعل فيك أشد رحمته هنا لما المقابل هل أقبلت على طاعته هل كففت عن نواهيه هل أنخت ببابه بتوحيد خالص صادق لم تلتفت إلى غيره هل تعلقت به جل وعلا وحده هل توكلت عليه به وحده إذا أردت شدة هذه الرحمة وأن يكون الله بك رؤوف لابد أن تحقق هذه الأمور أما إن فردت بهذه الأمور فلا ولذلك من رأفته جل وعلا أرسل إلينا رسولا وصفه بالرأفة فقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني أسكت لا 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 بالعكس أنا الخاتم ضرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم انظر عزيز يشق عليه وهذا ذكرناه في معنى شهادة أن محمد رسول الله تراجع في مكانها ثم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم شديد الرأف والرحمة بهم سبحان الله إذا نزل الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في الصلوات أمتي أمتي من شدة لا يحب أن يرى أمته تتخلف عن أمر ربها أو ترتكب نهي ربها فهنا الآن أنت يجب أن تتوجه إلى ذلك وأن تعلم أن الله تعالى بك رؤوف الرحيم فأقبل على الله بتوحيد يشفع لك ويحقق لك أن تدخل في ضمن أشد رحمة الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر